حديث عن العبقريات لأنها من أشهر مؤلفات وإبداعات يعني عباس محمود العقاد ودائما المشاهد أو القارئ أو من اقترب من عالم عباس العقاد عارف كويس العبقريات اللي هو بدأها بعبقرية محمد مرورا بعبقرية الصديق وعلي وعمر وعبقرية المسيح أيضا كتاب مهم جدا عبقرية السيد المسيح سر هذه الشهرة اللي حازتها هذه العبقريات وهي أيضا ناتجة عن عبقرية العقاد نفسه لأنه في مفاتيح عبقرية العقاد يلخص هذه الشخصيات ويؤمن بقيمة الفرد في تغيير التاريخ إزاي أقدم هذه العبقريات ووصلها إلى الناس برغم من لجتها الصعبة بشكر حضرتك جدا يقول محمد لأنه ده السؤال اللي بيأخذنا إلى الكور يعني بيأخذنا إلى عمق فكر العقاد كيف أتعامل مع الإسلام مع المسيحية مع الأديان بشكل عام ولكن بالفكر بالمنطق بالعقل يعني لما جاء في عبقرية محمد أعتقد أنه أعطى لنا صورة مغيرة حتى لما أتى في الأديان بشكل عام عن النبي محمد عليه الصلاة والسلام هو ثالث في شخصية النبي محمد أنه أبرز لنا حتى في السطول الأولى من الكتاب إنسانية محمد عليه الصلاة والسلام في التعامل مع البشر وكأنه يريد أن يقول أن رسالة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لم تكن على صعيد علم الاجتماع لم تكن على صعيد العلم الديني فقط ولكن فكرة السلوك الإنساني الطبيعي السلوك الإنساني المعتدل وكأن العقاد بالمناسبة وده حتى في منهجه بشكل عام الإنسانية رقم واحد يعني أن محمد عليه الصلاة والسلام ربما أقام هذه الأمة الإسلامية حتى هذه اللحظة لا أقول بمسألة الفكرة ومسؤولة المنطق التي استخدمها النبي عليه الصلاة والسلام ولكن كمان في السلوك الشخصي لهذه الشخصية المجيدة بالنسبة لنا ما أريد أن أقوله أن ربما كتابه عن عبدالريت محمد جاء بالمصادفة بمعنى أنه كان في حي العباسية وكان في احتفال مولد كده وإذا بشخصية تتكلم بشكل غير لطيف جدا عن النبي محمد عليه الصلاة والسلام طبعا أوقفه العقاد أخرجه من الجلسة ثم بعد ثلاثين عاما ثلاثين سنة مرت على الحدث ده وبدأ عبقرية محمد هذا الكتاب المهم الذي جعلنا بالمناسبة نؤكد على أن هذا النبي المصطفى هو أساس في مسألة علم اجتماع الحياة علم السلوك الإنساني لأن العقاد في أساس فكره كله هو كيف أمنطق حتى الدين لأنه بعد سلسلة العبقريات دي أكد لنا عن مسألة الإسلام والديمقراطية داخل الإسلام التفكير فريد إسلامي التفكير داخل البنية الدينية الإسلامية والجميل كمان أن الأظهر الشريف بعد هذه العبقريات أسند هذه الكتب إلى التدريس في التجاهة أقام قاعة مهمة باسم العقاد وده اللي بيأكد لنا على أن الأظهر الشريف دين وسط كمان العقاد حينما تناول الأنبياء أو الصحابة تناولهم بوجهة نظر علمية وسطية الوسطية هنا بقى معناه أنه تعامله مع النبي محمد وشخصية النبي محمد على أنه إنسان هل يستطيع أن يؤثر فيه غيري في الأديان الأخرى؟ نعم استطاع وكلام حضرتك بقى اللي جعلني أقول في مسألة الوسطية دي إحنا بدأنا بعبقريات محمد ثم انتخل إلينا إلى المسيح على السلام وكأنه بيقول عبقريات الأديان حينما نتكلم على الأديان اذهبوا إلى الوسطية فيها من خلال الشخصيات المرموقة فيها وليكن محمد عليه السلام والمسيح عليه السلام ينقلنا إلى فكر آخر فلسفي لا أقول وجودي بقدر ما أقول موسوعي في كتابه على الله وجود كيف نثبت وجود الله في حياتنا وفي سلوكنا وفي شخصياتنا لذا أرى أن العقاد هو فيلسوف إسلامي ولكن بين قوسين الإسلام الديمقراطي اللي بيفتح نوافذ الفكر والحياة والحضار على الثقافات الأخرى وعلى الأديان الأخرى